موسيقى أسعدتم صباحا مشاهدنا الكرام أهلا بكم إلى موجز سابع من قناة الجزائر الدولية استشهد شاب فلسطيني وأصيب أخرون فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلوس ونقلت توكلة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا عن مصادر أمنية استشهاد الشاب سائد الكوني وهو في العشرينيات من العمر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة التعاون من المدينة وذكرت المصادر ذاتها أن ثلاثة مواطنين على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين أخرين تتواصلوا للجوم الثاني على التوالي أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة الجزائر وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون خلال إشرافه على افتتاح الأشغال السبت إن قضية الصحراء الغربية هي قضية مبدئية للديبلوماسية الجزائرية خاصة وأنها مسألة تصفية استعمار مسجلة لدى الأمم المتحدة وعن الأزمة في ليبيا أكد الرئيس بون أن الجزائر مع الشرعية الدولية في غياب شرعية الانتخابات منوها إلى أنه لا حل للأزمة سوى بالاستماع إلى صوت الشعب الليبي كما شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون على أن هناك إجماعا في مالي على ضرورة العودة إلى اتفاق الجزائر يدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم الأحد في الانتخابات التشرعية لتجديد أعضاء برلمانهم وسط تخوفات من فوز اليمين المتطرف بقيادة جورجيا ميلوني التي قد تصبح أول امرأة تتولى رئاسة حكومة يمينية متشددة غير مسبوقة في البلاد وتمت الدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة عقب استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي في جويليا الماضي بعدما سحب الثلاثة أحزابين في اتلافه دعمها له وإن كانت نسبة المشاركة في الانتخابات التشرعية تبقى عالية إلى أن معدلها تدنى من 92.4% في 2944 إلى 74% في 2021 بحسب الأرقام الرسمية فيما يتوقع معهد ديمو بوليس أن تتراجع إلى 67% الأحد استهدفت القوات الأوكرارية مناطق متفرقة في لوغانسك ودونيتسك ومقاطعة زابور روجيا خلال اليوم الثاني من الاستفتاء على الانضمام إلى روجيا وعلن في دونيتسك عن قصف القوات الأوكرارية أحياء زايت سيفو وبيتروفيسكي بـ 11 تقذيفة أما في لوغانسك فأطلقت قوات كييف عشرة صواريخ هيمارس على مدينتي سيفرو دونيتسك وستخانوف وفي زابور روجيا قصفت القوات الأوكرانية صومعة للحبوب ومخازن الأسمدة في ضواحي مدينتي توكماك قالت هيئة الأركاني المشتركة لكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً صوب البحر قبل تساحلها الشرقي الأحد قبل تدريبات عسكرية ضخمة مشتركة بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية بمشاركة حاملة طائرات أمريكية وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الصاروخ باليستي واحد قصير المدى أطلق من موقع بالقرب من مدينة أو منطقة تايتشون في إقليم بيونجيان الشمالي قبل الساعة السابعة صباحاً بقليل وقالت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي في بيان إنها على علم بعمليات الإطلاق وإنها تتشاور عن كثب مع الحلفاء ختم الموجز تابع أتواني فور نيوز على منصات التواصل الاجتماعي كما تجدون أيضاً موقع الجزائر الدولية في خدمتكم دائماً إلى اللقاء اشتركوا في القناة